وبالمناسبة ذاتها أكد الوزير الأول عبدالعزيز جراد عشية الاحتفال باليوم العالم للعمال في تغريدة له عبر تويتر قائلا بأن مستقبل الجزائر ليس في ثرواتها البترولية فحسب إنما كذلك في كفاءاتها نساء ورجال بمناسبة اليوم العالم للشغل قال كذلك أحيي جميع العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة لا سيما أولئك المستمرين في العمل رفعين التحديات في هذا الظرف بالذات موسيقى